موسيقى رفضت النائبة الليبرالية فاطمة هودا بيبان الانضواء تحت راية حزبها لجهة الموقف المتعلقة بشرعة العلمنة وأعلنت هودا بيبان أنها ستبقى في مقعدها النيابي إنما ستنسحب من الكتلة النيابية الليبرالية لأنها تشعر أنها مستبعدة عن هذه الكتلة وعبرت النائبة عن دائرة لابينيار عن أسفها لعدم موجود هامش لحرية التحرك في وسط الحزب الليبرالي وأتى تصريحات هودا بيبان على هامش مؤتمر صحفي مقتضب عقادته في عقاب اجتماع طارق لنواب الحزب الليبرالي في كابك عقد أمس الاثنين في الجمعية الوطنية نعيد التفكير أن زعيم الحزب فيليب كويار أطلق أمس تحذيرا للنائبة هودا بيبان وهي من أصول مغربية لكي تصطف إلى جانب الحزب كدليل حسن سلوك وتماشيا مع خط الحزب بشأن شرعة القيم الكبكية والعلمانة الجدير ذكره أن هودا بيبان تباحثت مع زملائها لمدة تخطط الأربع ساعات وبعدها أعلنت أنها لن تتمكن من التخلي عن مبادئها وبذلك تصبح هودا بيبان الضحية الأولى لشرعة القيم التي تقع في صفوف الحزب الليبرالي إلى ذلك لم يوضح الحزب موقفه بعد بشأن الشرعة إنما اعتبر فيليب كويار أن استبعد هودا بيبان جرى من منطلق التسامح واحترام الحريات الشخصية في حين رأت النائبة الوحيدة المسلمة في الجمعية الوطنية أنها أصبحت مقيدة ولم يعد بإمكانها مكافحة الأصولية الدينية من خلال تواجدها في الصفوف الليبرالية صرحت رئيسة الوزراء في مقاطعة كابك بولين ماروا من لندن أن السجال الدائر في كابك حول شرعة القيم لا يقلق المستثمرين الأجانب الذين يهتمون أكثر بسياسات الاقتصادية الكابكية واليد العاملة الماهرة والخلاقة فضلا عن سياسات الحكومة لمراقبة النفقات وإلغاء العجز ولهذه الأسباب تقول ماروا يستمر المستثمرون الأجانب في دعم الاقتصاد في المقاطعة وعلى هامش الزيارة التي تمتد على مدى خمسة أيام لأوروبا أعلنت ماروا أن شركة الاستثمارات اللندنية White Star Capital تعتزم افتتاح مكتب لها في مدينة موريال وأعلنت الحكومة في كابك عن تخصيص مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي في إطار هذا الصندوق المتخصص في قطاع الأعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية وألعاب الفيديو والتطبيقات الخاصة بالهواتف المحمولة ووفقا لمؤسس شركة White Star Capital الكابكي إريك مارتينو فورتان فأن الصندوق سيجد حتما فرص للاستثمار في مقاطعة كابك بالنسبة نفسها للمساهمة المالية الحكومية على أقل تقدير طالب اتحاد النساء في كابك الحكومة بسحب مشروع قانون شرعة القيم الكابكية لأنه عجز عن إرساء أسس العلمناء التي تريد الحكومة اتباعها هذا فضلا عن أحداث أكثر من شرخ في ملف حقوق النساء والأقليات وفي المذكرة التي قدمها إلى اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة الأراء إذا مشروع القانون رقم 60 لفت اتحاد النساء في كابك إلى التناقض الواضح في الإجراءات المعلنة حيث تود الحكومة من جهة منع موظفي القطاع العام من ارتداء الرموز الدينية البارزة ومن جهة أخرى ترغب الحكومة في الإبقاء على الصليب المعلقة في قاعة الجمعية الوطنية وتغض الطرف عن مسألة الصلاة قبل اجتماعات مجالس البلديات في المقاطعة في اليوم الثاني من مثوله أمام لجنة شاربونو وجه الرئيس السابق لإتحاد العمال في كابك فرع البناء جون لفالي سيلا من الأسئلة حول العلاقة التي كانت تربطه برجل الأعمال توني أكورزو واعترف الشهد أمام اللجنة أنه توجه إلى يخد رجل الأعمال خمس أو ست مرات وبأنه لم يسدد ثمن تلك الزيارات وبأن أكورزو كان يسدد الكلفة التي تشمل بطاقة الطيران وصنف لفالي أكورزو في عداد الأصدقاء الشخصيين له علما أن اللجنة تشتبه بكون هذا التقارب بين أكورزو ولفالي أدى إلى دعم لا متناهي من قبل هذا الأخير لمشاريع رجل الأعمال وتمكن من الحصول على الدعم الذي كان يبحث عنه في صندوق التضامن والذراع العقاري التابع له سوليم إلى ذلك طرحت لجنة شاربونو علامة استفهام حول تطخيم حسابات جوسلين دوبوي حيث اعترف لفالي أنه حاول تمس هذه القضية لإنقاذ سمعة اتحاد العمال في كبك فرع البناء وبأن هذا كان دوره من خلال الدفاع عن الاتحاد وتبين من خلال التسجيلات الصوتية أن لفالي وضع رئيس اتحاد العمال في كبك يومها ميشيل أرسنو في أجواء الحدث إلى ذلك نفى لفالي مطالبته أو حصوله على رشاوة مالية توصل المفوضة في شؤون الصحة والرفاهية روبير سلوا في تقرير حول تقييم خدمات الرعاية الصحية في كبك إلى نتيجة مفادها أن 77% من المستطلع أراؤهم في مقاطعة كبك يجدون أن نظام الرعاية الصحية غير فعال وبأن 64% يعتبرون أنه لابد من إدخال تعديلات جذرية على النظام الحالي في حين يرى 13% من الذين شملتهم الدراسة أنه لابد من إعادة بناء نظام الرعاية الصحية بالكامل بالمقابل يجد 23% من الكبكيين أن النظام الرعاية الصحية الحالي يسمح بتلبية احتياجات المواطنين مقارنة بـ 50% في مقاطعة أونتيريو و63% في مقاطعة بريتش كولومبيا أتت نتائج الدراسة المذكورة في إطار مسح دولي تم إجراؤه العام الماضي وشمل 20 ألف مواطن في 11 بلدا حول العالم في الخبر الأخير أعلنت مؤسسة الدراجات الهوائية ذات الخدمة الذاتية والتي تقف وراء دراجات بيكسي عن اللجوء إلى قانون الحماية من الإفلاس بعد أن رزحت تحت وطأة الديون المتراكمة على كاهلها نشير إلى أن المؤسسة مدينة بأكثر من 47 مليون دولار منهم 38 مليون دولار لبلدية موريال تعليقا على الخبر قال رئيس بلدية موريال دوني كودير أن بلدية موريال فعلت ما فيه الكفاية لدعم المؤسسة على الرغم من الإخفاقات المتعاقبة ووجدت المؤسسة نفسها في وضع مالي صعب جدا بعد أعلان شريك محتمل على الصعيد الدولي عن سحب العرض الذي تقدم به في مطلع شهر كانون الثاني جنفير الجاري الجدير ذكره أن المراقب العام في بلدية موريال جاك بيرجرون شكك في أيلول سبتمبر الفائت في قدرة بيكسي موريال وبيكسي تورونتو على مواصلة أعمالهما مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا للمتابعة